هرمنا من أجل هذه اللحظة بهكذا عبارة عبر يمنيون عن فرحتهم باجتماع مؤسستي الرئاسة والحكومة على أرض الوطن في الوقت ذاته فاليمنيون وفقا لما يتم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي المعبرة عن توجهات المجتمع يريدون شرعية تنفي خبث الميليشيا لا شرعية منفاء عودة الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة عودة تسجع بمسار استعادة الدولة لكن العودة المكتملة تقتضي عودة كامل موظفية الدولة للعمل من داخل الوطن ومرامسة احتياجات المواطنين ووفقا لرسالة مواجهة من رئيس الحكومة لنوابه ووزراء حكومته فإن توجيهات الرئيس هادي تقضي بالعمل على تفعيل دور الوزارات وممارسة المهام من العاصمة المؤقتة وترتيب عودة الوكراء ومدراء العموم إلى عدن أو مأرب لممارسة مهامهم توجيهات يجعل المواطنون من السرعة في تنفيذها معيارا لمدى استشعار المسؤولين لمسؤولياتهم وإذا كانت ظروف سابقة قد شكلت وفقا لمسؤولين عائقا أمام عودة البعض فإن انتفاء العوائق تجعل من كل متأخر في العودة عائقا من عوائق استكمال النصر إذن لا يتأخر في العودة بعد انتفاء العوائق إلا معيق لمسار استعادة الدولة أو معاق آثر الراحة بعيدا عن ميدان العمل وفي الحالين يقتضي انتفاء خيره قرار تعيين لغيره يبدأ اليمنيون إذن فصلا من فصول معركتهم معال انقلابيين فصلا تتجه فيه الأنظار نحو المسؤولين المداومين في مواقع عملهم داخل أرض الوطن لرصد الحضور ومستوى الأداء الذي تفرض المرحلة ومتطلبتها أن يكون أداء استثنائيا وإذا كان الشعب قد ضج حين تأخرت العودة مخاطبا الحكومة أعيدوهم فإنهم مسؤولون فإن صوت الشعب سيقولها في حال امتناع العودة أو قصور الأداء بعدها أوقفوهم فإنكم مسؤولون